بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام ورسول الله أهلا بيكم أولادي بناتي في حلقة جديدة من حلقات أخبرني عن الإيمان أخبرني عن الإيمان كان سؤال سأله جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره تحدثنا في آخر مرة عن ماذا تحدثنا عن النار وأنت وعدتنا اليوم أنك ستكلمنا عن الجنة نعم سنتحدث اليوم عن الجنة إن شاء الله عز وجل وهي أجمل ما سنتحدث عنه في هذه السلسلة وفي هذه الحلقة سنرى نعيم الجنة حديثنا عنه فقد شوقتنا حديث الجنة كله نعيم نعيم مقيم وراحة كبيرة وحياة بلا موت ونعيم بلا بؤس حياة الجنة فيها أكل كثير وشراب وفير وملابس حرير فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر سبحان الله الجنة جميلة حقا أخبرنا بما فيها الجنة سأتحدث معكم بداية من دخول الجنة أهل الجنة سيذهبون أولا ويشربون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام ماء حوض النبي عليه الصلاة والسلام أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأبرض من السلج أكواب والكيزان بعدد نجوم السماء إذا شربت منه شربة عنيئة لا تضمأ بعدها أبدا لا تشعر بالعطش بعدها أبدا أهل الجنة وجوههم منورة وأعضاءهم مضيئة لأنهم كانوا يصلون ويعبدون الله في الدنيا وكانوا يتوضؤون فأعضاءهم مضيئة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأهل الجنة وجوههم مضيئة أجسام أهل الجنة قبل أن يدخلوها والستون ذراعا في السماء جمال على صورة نبي الله آدم عليه السلام ويكونون أيضا في جمال يوسف عليه السلام أهل الجنة أقوياء لا يضعفون أصحاء لا يمرضون لا يجوعون لا يعتصون لا يموتون حياتهم بلا موت نعيمهم بلا بؤس لا ينامون يعني أنت في الجنة لن تنام لأنك في الجنة وكيف لا ننام لأنك في الجنة لا تعمل فلا تتعب فأنت لا تحتاج إلى النوم أنت تنام حتى تقوم في الصباح للمدرسة أو لعملك والجنة ليس فيها دراسة وليس فيها عمل الجنة نعيم فقط نعيم ولعب ولهو ومتعة وهكذا فأجسامك في الجنة ستتغير تماما والمريض سيصبح صحيحا والكفيف الذي لا يبصر سيبصر أتى بجرح أو بمرض سيشفيه الله منه في الجنة غير هذا إن أهل الجنة أشكالهم ستتغير ليس في الجنة دميم يعني ليس هناك في الجنة شخص ليس جميل كلهم على أعلى درجة من جمال البشر كلهم على شكل واحد ليس أحد أفضل من أحد وليس أحد أجمل من أحد كلهم جميلون على خلق رجل واحد وأخلاقهم طيبة لا يكره بعضهم بعضا ولا يغار بعضهم من بعض قال الله تعالى وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إخوانا على سرر المتقابلين فريحون مصررون وما في داخل الجنة ما في داخل الجنة من الداخل تعالوا ولننظر أرض الجنة حناء ناعمة جميلة مثل مثل بدرة الحناء وأشجرها كلها ذهب كل سيقان الأشجار ذهب من ذهب وثمارها كالقلال يعني كبيرة مثل مثل تنك المياه الكبير ثمارها وأشجار الجنة أشجار الجنة ظل ظليل والجنة ليس فيها شمس ليس فيها حرارة وليس فيها برودة ولكنها معتادلة جميلة الجنة فيها ثمار دائمة كلها دائم وظلها وأنت تأكل من ثمار الجنة إذا جلست تجلس معك الشجرة وإذا مشيت تمشي معك الشجرة وإذا وقفت تقف معك الشجرة وذللت قطوفها تذليلا الجنة كلما أكلت من ثمرة منها خرجت ثمرة أخرى وكلما أخذت عنبة تخرج عنبة أخرى كلما قطعت موزة تخرج موزة أخرى وليس فيها قشر يؤذي أو نوى يرمى وإنما هي الجنة ليس فيها أي تعب ولا أي مضايقة ثمار الجنة تأتيك بها الملائكة وتطوف عليك بها بشراب من عصائر وأكواب من فضة وأكواب من ذهب ويطوفون عليك بأجمل الثمار والفاكهة تشرب العصائر وتأكل من الثمار وما العصائر التي هناك؟ هناك في الجنة بحار من لبن وبحار من عسل وبحار من ماء غير آس وبحار من خمر أوليست الخمر حراما؟ نعم هي حرام في الدنيا ولكن سيشربها المؤمنون في الجنة إن شاء الله جعلنا الله وإياكم منها مطبوخة بالطريقة التي أحببتها إن كنت تحب مشوية فهي مشوية أو مسلوقة أو محمرة أو في صوان أو في كذا فهي تأتيك كما أحببتها وبعدما تأكل العظام تتجمع مرة أخرى وتطير الطيور في الجنة مرة أخرى ولا تموت هذه الطيور وأنت أيضا كما أنك لا تموت لا يموت شيء في الجنة سبحان الله ما أجمل هذا النعيم نعم ونعيم آخر في الجنة بعدما تأكل وتشرب ويخرج عرق من جسدك كأطيب من ريح المسك كأنه رائحة المسك الطيبة الجميلة سبحان الله العظيم ما أجمل الجنة فيها نعيم مقيم وما الذي فيها أيضا من النعيم هذا سنعرفه غدا إن شاء الله عز وجل سنتحدث عن بيوت الجنة وخيام الجنة ودواب الجنة إن شاء الله عز وجل وانتظرونا نلتقي معا غدا إن شاء الله